مساء الخير عليكم جميعا من فترة نزلت فيديو عن زبدة فسوء الحلبي او كريمة فسوء الحلبي وفي بعض المتابعين طلبوا مني نزلهم فيديو عن زبدة الفول السوداني طبعا زبدة الفول السوداني متوفرة باغلب سبرماكات الالمانية بس انا حاليا نعب صوركم بالليدل اول شي اذا بدنا ندور على زبدة الفول السوداني رح نلاقيها جنب المربيات وفيه كمان فوقها العصر بهال بغيش تلاقيها تلاقوها وبالنسبة للانواع مثل ما لكم شايفين في عنا نوعين في عنا اللون الازرق وفي عنا اللون الاحمر يا ترى ما الفرق بيناتهم المطربان الاحمر مكتوب عليك رانشي يعني فيه زبدة الفول السوداني بس فيه كمان قطع كرنشي او قطع زبدة الفول السوداني مطحونة بشكل خشن طبعا الاحمر بيكون سموز او ناعم مطحون بشكل ناعم ما رح نلاقي فيه قطع زبدة ما رح نلاقي فيه قطع فول سوداني هذا هو الفرق بيناتهم طبعا موجود بسبب المركات الثانية كتير مثل اديكا وبيفا وشوفته كمان بدي ام والروزمان اللي هو النوعية البيو اللي هو عالي الجودة فيكم كمان تشترون هنيكا وهذا كان فيديو اليوم كتبولي بالتعليقات اذا حبي كمان تتعرفوا على منتجات تانية متوفرة بالمانيا وشوفكم دايما على خير كاتباكم بطول مطوخ بطول قلجة والسلام عليكم اشتركوا في القناة